وقفة تضامنية مع قوات الجيش العراقية التي تخوض حربا على الإرهاب في الموصل وغيرها من المناطق العراقية حضر الفعالية شخصية سياسية سورية وعراقية تم خلالها الحديث عن وحدة الحرب التي تخوضها كل من سوريا والعراق على الإرهاب إصرار العراقي لدحر هذا التنظيم الإرهابي وإزالته من الوجود هي إرادة عراقية صرفه وتضامن الشعب مع قواته المسلحة هو أقل شيء أن يقدمه لهذه القوات التي تضحي بدمائها من أجل دحر الإرهاب وأن عملية دحر الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي في العراق وليس في العراق وإنما دحره في سوريا أيضا أتينا إلى مقر السفارة العراقية لإبداء التضامن مع الجيش العراقي ومع الحجد الشعبي وقوات البيشمرقة في معركتهم معركة الحرية ضد المجموعات الإرهابية معركة تحرير الموسل وهي لا تنفصل عن انتصارات الجيش السوري والقوى الرديفة والحليفين الروسي والإيراني على امتداد والانتصارات التي حققها هذا المحور على المنظمات القاعدية والمنظمات الإرهابية على امتداد الجغرافية الوطنية السورية جئنا إلى هذا المكان إلى مقر السفارة العراقية في دمشق لنقدم أسماء آيات الدعم والتضامن مع الجيش العراقي الشقيق والقوات الحليفة من الحجد الشعبي والبيشمرقة ونتمنى لهم التوفيق ونتمنى لهم الانتصار العاجل المعركة اليوم واحدة ضد الإرهاب والعدو واحد والمول واحد والذي يحرك أيضا واحد لهذا كانت هذه الوقفة التضامنية اليوم ليس فقط من الجالي العراقي الموجودة في دمشق بل أيضا من عدد من المواطنين السوريين عدد من الأزقاء السوريين الذين عبروا عن وقوفهم بصف واحد دائما مع العراق ليس في هذه المحنة اليوم التي نعيشها بل هي في المحنة التي للأسف مستمر منذ عام طويلة منذ أن دخل المحتل الأمريكي إلى العراق إذن من دمشق تأكيد على تكاتف الشعب في سوريا والعراق ووحدة المصير وأهمية التضافر في جميع المفاصل السياسية والاقتصادية